مارس الإسرائيليون ما لم يمارسه هتلر الإسرائيليين بيعملوا عملية هولوكوست جديدة في فلسطين هولوكوست الفلسطينية اللي بيحصل النهاردة محرقة جديدة مسبحة جديدة مسبحة للأطفال مسبحة للنساء مسبحة للشيوخ مسبحة للأمل مسبحة للأحلام مسبحة للمستقبل مسبحة للإنسانية مسبحة للقانون الدولي مسبحة للقيم مسبحة لكل شيء اسرائيل بتمارس اسوأ ما مورس على الظهر الارض النهاردة بيكمله بيكمله مدرسة الفخورة بمدرسة داخل مخيم جباليا المدرسة اقمها او اقمتها الانوروة يعني منظمة دولية هذه المدرسة بتحتوي وتستوعب النازحين الفلسطينيين من مناطق الشمال تحت القصف الاسرائيلي بيهربوا يروحوا فين راحوا المدرسة اتحاموا في المدرسة احتاموا في المدرسة مدرسة ايه مدرسة دولية قال لك مش هيقدروا يقصفوها قامت القوات الاسرائيلية المحتلة المعتدية بضرب وقصف المدرسة مدرسة الفخورة التي يحتمي فيها هؤلاء العزل نساء اطفال شيوخ 200 واحد ماتوا في قصفة واحدة في ضفقة واحدة 200 شهيد فلسطيني جديد ينضموا الى اكتر من 12-13 الف شهيد النهاردة بيسقطوا في مدرسة الفخورة تخيل معي لما ييجي كنا قبل ازمة قبل 7 اكتوبر كنا نتكلم نقول ان في عشرة ماتوا في حادث ان في تفجير او ده بحياة سبعة ان في مش عارف مين مات النهاردة بناخد الخبر عادي 200 واحد ماتوا النهاردة 200 واحد واستشهدوا النهاردة اصيبنا بالتبلد واصيب العالم بالبلادة العالم الان اصيب بحالة بلادة غير مسبوقة بلادة انسانية بلادة سياسية بلادة فكرية بلادة حقوقية بلادة في القانون النهاردة الجميع بيقولوا لك خبر بيقولوا كخبر النهاردة بعد اللي اتعمل في جباليا وبعد اللي اتعمل في الشيخ غراح وبعد اللي اتعمل في مدرسة في مجمع الشفاء وبعد اللي اتعمل في مقتل خمس تلاف طفل خمس تلاف طفل مسبحة الاطفال غير مسبوقة في العالم مسبحة للاطفال غير مسبوقة في العالم النهاردة انا بقوله هو الخبر انا جبت الخبر رقم ثلاثة النهاردة لان احنا اصبنا بحالة بلادة المفروض الخبر ده كنت اقوله في الاول والمفروض كنت اقوله انا بعيط والمفروض كنت اقوله انا بسرع والمفروض كنت اقوله انا متأثر للآسف الشريد لأن احنا قصبنا ببلادة وأنا قصبتي ببلادة هذا التبلد من لون الدم من شكل الدم من كثرة هؤلاء الضحايا أعداد الضحايا بالآلاف والمشردين بالآلاف التلفزيونات والفضائيات والمواقع بتنقل ليل نهار سقط صراخ دم جنائز قتلى مقابر جماعية مذابح جماعية للآسف الشريد أصبنا بحالة بلادة بلادة في الفكر بلادة في الشعور بلادة في الإحساس لا أستثني أحد أصابتنا لعنة البلادة أصابتنا لعنة البلادة لم يعد لدينا هذا الحس الذي ينطفض للون الدم لصرخة طفل لحالة ظلم لصرخة استغاثة أصبنا ببلادة ومن أصاب البشرية ببلادة هو الفعل الإسرائيلي الغبي الأحمق الحقير اللا إنساني أيضا الإعلام بينقل والإعلام بيقول على مدار الساعة أصبح رؤية الدم عادي أصبح رؤية طفل بيقتل عادي أصبح رؤية امرأة بتصرخ عادي العادي هو غير العادي البلادة هي أس البلاء القادم أنا بقول وأحذر هنا وجال بخاطري وأنا أتحدث الآن مصيبة وكارثة على أبواب الإنسانية الناس تمانية مليار مواطن في العالم بيشهدوا يوميا وعلى مدار الساعة لون الدم صرخات الأطفال مقتل الأطفال حتى ألفوا ذلك أن تألف الكارثة أن تألف عينك تتألف أدانك كل يوم بشوف قتلى كل يوم خلاص تبلدت مشاعرك تبلدت أنا فاكر يا جماعة أول يوم واقف هنا في قدام الشاشة دي وأكاد أبكي وأكاد والله والله قلبي كان بينبض وكان بينزف دم وأتماسك حتى يعني على سبيل الرجولة ألا تتساقط دموعه هنا في هذا المكان النهاردة أنا بتكلم على مستشفى جباليا على مدرسة الفخورة ومات بتنواح خبر بقوله لكم خبر عشان ألقل غيره خبر عشان يشوف اللي بعدين وزميلي في اللي يقولي يلا اللي بعدين خبر خلاص بقى خبر بقى 200 واحد يستشهدوا في لحظة بقى خبر النهاردة ده في كل وسائل الإعلام الخبر الأول قصفت إسرائيل مدرسة الفخورة مما أدى إلى مقتل 200 ونجيب شوية كلام وخلصنا على كده تحجرت الدموع في المقاقي تحجرت دموعنا في مقاقينا هناك من يقول بأن الدموع قد نضبط لم تعد العين قادرة على أن تدمع القلب بينزف واجع وألم وأسوأ أنواع الألم أن لا تستطيع البكاء أسوأ أنواع الألم أن تتحجر الدموع في المقاقي في العيون فلا تستطيع أن تعبر عن ما يجيش في القلب بتتحجر ألم أنا متألم أنا متألم أنا أشعر بالبلادة وأشعر أن هناك كارثة أن الناس تألف لون الدم تألف لغة الدم تألف لغة الانتقام أرى أن هناك بؤرة انتقامية ستتجمع وتنفجر في مكان ما أرى أن القادم ربما يحمل في طياته ما يسيء إلينا جميعا من يوقف هذا العنة الإسرائيلي من يستطيع أن يوقف هذا الغول هذا الشيطان شيطان بيعيثه في الأرض فساد صهيونية مدمرة لكل شيء ترجمة نانسي قنقر